السلام عليكم درس الهندسة وتخرج منها بامتياز ليحصل على وظيفة مرموقة في شركة عالمية لكنه اضطر للعودة إلى عدن لمرافقة والدته الوحيدة في ظل ظروف الحرب التي شنتها ميليشي الحوثي على المدينة شارك في هندسة ترميم الطرقات والجسور التي دمرتها ألغام الحوثيين أو طائرات التحالف وفي ليلة سوداء أصابته رصاصة قناص في عنقه لم تفلح الرصاصة في قتله ولا أفلحه في التخلص من آثارها قصة المهندس المقعد محمد الشعبي في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود درست الابتدائية هنا في عدن مدرسة ميفعة عمر المختار وبعدها درست الثانوية في عثمان عبده وبعد ذلك تخرج من الثانوية في 2006 والتحاق في الجامعة قامعة عدن وكلية الهندسة قسم مديني ناقصنا المشروع التخرج في الكلية وانتهت بعدها بسبوع حصلت إعلان وظائف تبعة شركة هوك انترنشنلات كومبري اللي هي شركة هوك العالمية وعلى طول قبلونا أخذوا قوازي وأخذونا إلى أثيوبيا أشتغلت معهم بهندس موقع لفترة بدأت أثبت نفسي في الشركة فنقلونا إلى المكتب بدأت أشتغل حساب كميات وحاقة أكبر من كده صممت في أثيوبيا طريقين الطريق الأول منه 60 كيلو وفيه 55 عبارة والطريق الثاني فيه 155 عبارة والطريق الثاني منه 80 كيلو وفيه 150 عبارة تقريبا وعشرة قسور ضخمة هناك ما قدر شكم العملي لأن كانت الوالدة هنا في البيت الحالة ما يشحد معها فما قدر شكم العملي كانت تحسي عند البيت خاصة أن الماليشيات العوثية وصلت إلى عدن ودخلت كل المناطق وكل المديريات المعلاء وطوائي صح أنها لم تدخلت الشيخ لكن كانت موجودة في قونة السفينة قريبة جدا مننا وكانت انفقارة الرعب في عدن طوضت مع الشباب وكانوا يقولوا لحالة مزرية لا أكل لا شرب الوالدة طبعا لحالة سبحان الله ربنا كده تسخر لي طائرة اليمنية تأخذ العرقين اللي بيأتي وبيأة نطاعت معها والله وصلت عدن بصعوبة وقالت تعز بعدين وصلنا إلى الفيوش وقفنا وحوثا ما خلونا ندخل عدن قالوا لا ممنوع دخول عدن فرقبنا بالشارع تخيلنا هنا والعوائل وهكذا وقالسين رقبنا بالشارع منتظرين نشتين ندخل عدن وصلت للبيت وقالت معه وكانت بعيد من المشاكل وكانت بعيد من الحرب بعد ما اتحررت عدن نهائيا بشكل كامل في هذه الأيام كانت منذ الحرب يعني باقي في عدن في قاولة وبساتين كانوا يدعوا العيار رائعين واقعين في السيارة وطقومات واخدنا الحماس قالت لماذا لا أشارك معنج المعاعة لماذا لا أشارك في تعذير لماذا لا أشارك في تعذير لماذا لا أشارك في تعذير بطني فطلعت معهم أعطوهم سلاح وكذا وكلي جي داخلنا لها يمكن أربع حقمات فاشلة في عقبة الفراء راح مننا كثير من الشباب فاهم كثير أصحابي طيب في منطقة اسمها الصراط لو سمعت علىها في عقبة الفراء عبارة عن قسر قصف الطيران من القهتين من القهة اليمين من القهة الليسان مع الأمطار بدأ يتآكل فا المدرعات حقنا كانت متوزع لو كان هناك إمداد لا يمكن أن تخرج لأنه بدأ تسقط وتفلت فاكلفنا لكن القائد بالسمحة فاكلفنا قال لي محمد ما تعمل لنا يعني ترميمات للطرقات حقنا والقسور قلت شارك معهم بهذا الأشياء كانت ترمم لهم القسور أرمم لهم بطلقات الوعرة عشان التحركات تكون سهلة للمعيدات أخذت قلس أربعة شهر قلس أربعة شهر قلس أخذت شهر وعيد فاستدعونا قال لي محمد معنا مشروع في قبوتي في مطار قبوتي الدولي قلس 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 واشتغلت في قبوتي في مطار قبوتي الدولي شهرين انتهت على أساس أنه كان بعد انتهي أذهب إلى أثيوبيا فتكلمت مع مدين المشروع لأنه نزل عدن لأنه يتقدم وانتهي وقعز أبوي وارجع إن شاء الله لا يوجد بها وافق وقال لي محمد أنه يأتيك شهر تنزل ترتب أمورها وتريعها نزل هنا أقلت على الجماعة طبعا أقلت الرعب المتغير مختلف تماما القاعدة مزيطرة على عدن بشكل فضيء القاعدة كانت وقت بكل مكان حلام داعش كانت مرفوعة بكل مكان الشباب هنا في عمر المختلف الشيخ حثمان الشباب يعني سنهم ميت سن 15 16 بدأوا يستقطبوهم فبدأنا وشباب فكرنا قالنا كيف نكافع هذه الظاهرة بدأنا نعمل نتكلم معهم نوقعهم بدأت تكتب منشوراتنا بالفيسبوك كانت تحصر ردود مش حلوة بدأوا القماعة يقولوا إنه محمد الشعبي مرتد محمد الشعبي كافر محمد الشعبي ليش أكافع هذه الظاهرة بدأوا يترصدونا ويتابعونا حتى كانت بعض هنا تحرب في سيارتي أرى سيارة تتابعنا وتلاحقنا من داعش من القاعدة أو داعش واحد منهم الدول الإسلامية أو القاعدة كانت توصل لي أخبار وتهديدات من عيال من شباب مسؤولي كانوا يتكلموني ويقولوني ما قال عليك مرتد وانتبه على نفسك يا محمد القماعة يدورو لك يا محمد القماعة يخبرك أحمد لا يوجد داعي تكتب عليهم في فيسبوك لا يوجد داعي تتكلم هذا الكلام الآن يوم استوى عندما استوى الهجمة حق القاعدة حقام الأمن هذا اليوم مكافحة الإرهاب حقاموا على منصورة على مقر القاعدة منصورة طبعا أنا توقعت إلى هذا المكان وصلت إلى المقلس المعلي في المنصورة شفت المواقهات قوية جدا أنا صديقي فما قدرت تقلس على طول دور ثلو واحد تقلس في البيت ما خرقت اليوم إلينا الساعة ثلاثة الفقر قالت فأطلع فقد تنكي عقل ماء في الصند منصورة فالجماعة هنا في الشيخة وثمان كانوا متشرين القاعدة وكتر كانوا مسيطرين على مستشفى الصداقة والعمار الأمامنا أنا طلعت السخط طلعت السخط وقفل المحبس حق التنكي عشان الميمة يتسرب هكذا قفلت المحبس وقيت عدنا الملتف هكذا فقد طلعت برقبتي دخلت هنا فقد طلعت فقد طلعت فقد طلعت فقد طلعت فقد طلعت الحمد لله في ذاك اليوم عندما طلعت فقد طلعت فقد طلعت كنت اقعد بالبيت لقد طلعت فقد طلعت الثقف فقد طلعت الثقف فقد طلعت فقد طلعت هكذا ما قفلت الإبنة وقد طلعت فقد ما وضع لا فقدت الحركة لم يتطلع فقدت أتكلم مع صاحبي صاحق فى القعمة وأخذ التهليفور حقيقة ثلاث و seism crust كذلك يطبع فر Equis Nosar elite يدق عليه يقول لي كهال احنا محتاج الله يقول لي يشوف محمد أخوه فرام صهب محمد صديراه فرام صهب مش هو تشغل سيارتي على طول تبه بالحدود انصدم في الموقف ومش كان وعب اي حاجة كان بالعناية فبعد ساعة يعني بعد ساعة وقالوا يقولوا شي مقطعية او حاجة روحوا الوالي يشوفوا النقيب ضروري نعمله مقطعية عشان يشوفوا الطرقة وفزاة ما فيش مأحد هنا الا الوالدة حقه فكيف باللغاء بعد انصدم بعد ان الحال هجازة في البيت والوقت فجر قضي خمس ونص تقريبا او ست العرب فالهم من الله انه اروح جيب امي دقة الاغل تلمى بموقوع واحدين ثلاثة انصدمات وكذا من الحال كلنا اصلا واحدة هنا في اعمال التارك ربينا سواء بجيران اخوان فطلعت وشعرنا وبلغنا وقدنا معنا هنا شافت الحال وانصدمات وكذا تعرف الام اكيد قلت في مشتور والي جهارين الدكتور الاصباحي كتب تغرير انه محمد الشعبي يجب ان يسابر باسرع وقت ممكن قالوا طيران ما فيش وغا تزفير القرحة موقف فلا من قدرس نسفيره فلا من قدرس نسفيره فلا من قدرس نسفيره فلا من قدرس نسفيره قالوا المهن ضرورة باسرع وقت ممكن حتى عبر البحر فلا من قدرس نسفيره خرق من المسيشور والي لانه انتهت التكلفة المحددة للقريح التي كانت من نذر من مئة ألف خرقونا للبيت قدرس في البيت حوالي شهر وانا مبعود انه يسافر يقول لي خلاص من سفير بك قريب يسافر بك طيارا لاماراتي قبل غلان اماراتيين وقالوا بي سفيروا بك ما بيش اي استقابة فامو حاولت انه تجمع من الاهل وكذاو يعني كل الامكانات انه حسنا تسفره لانه هنا قالوا ما يقدروا يسفره وستنوا وحالته انت تعرف لما يكون ابنها الوحيد وانسان كادر ومتعلم ويوم الليلة تقيت شوفه يعني انه كان طالع كل استشور نازل لا قبوتي لا مصر من بلاد لا بلاد تنقل وليد شباب فكاجه تشوفه مطروح فراشة فاللي كانت معاهم قادتوا نبيع السيارة نبيع البيت همشي بنين فالحمدلله سفروه الوزن قول الشهر وما قدرش كلنا نتواصل معه نقلونا الى بونا عن دكتور مشهور في بونا اسمه الدكتور راقاج الجبندي دقلت عنده كلمنا الدكتور قل لي انت عندك اصابه بالحبل الشوكي لكن الاصابه غير مكتملة هي مقرد رضود لان الرصاصة قزعت بس نقم بالعمود الفقري حتى العمود مضضر في حالة زي حالتك قل لي قيمتها بس تاخد وقت واروانة فيديوهات حقا الحالة اللي غيمة قل لي لو بدك ثلاثة اشهر فقط بحدد لك بعد الثلاثة اشهر فقط بعد الثلاثة اشهر فقط بعد الثلاثة اشهر الاحساس بدأ ينزل شوية ولكن انتهت خلاص انتهت تماما يعني افلست تماما يعني الولاعة باقي يعني ريال واحدة بفضل الله في قماعة وصلوا وصلوا لبس المعضار وقال لهم محمد هناك في الهند وأفلس وقد الرجال مروح وملف في القرحة موجود ضموه معاهم عمل لهم رسالة وكذا ضمونا في ملو القاعة ولكن ولا كأننا ضميت كل صرفيات مقبنة الشيء الوحيد اللي تكفلوا فيه يعني اللي استفدنا من الملف هذا اللي هو إيقار البيت فقط والطعام كانوا يقبلنا أكل مشكل يومي صح انه مش مقبول بس الحاصل ناكله وقلست مكنح قوالي شهرين أو ثلاثة شهر في ملو القرحة بعد ذلك قالوا خلاص يجب تروع وانتم ما نقدرش عادي نتحملكم أكثر من هكذا لأنه في تمحيل معانا دفعة جديدة طب قتلوا معي أنا ورغة من الدكتور يقول لك لازم محمد يجلس أعطيتهم ورغة ورحت هلت الدكتور يكتبوا الورغة ويرويتهم محمد لازم يجلس محمد بدأ يتحسن ويتحسن أكثر من كذا فخلوه يجلس رفضوا هذا الشيء ورحلونا اليمن قصبان عنهم رقعت اليمن ورحلونا 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 وعلى أنت تكفل العلاقة بنفسي عدوتي تكفلها بنفسي العلاقة الطبيعية انا اعمل عليك طبيعي سبعيا بالاسبوع مرتين يقين عندي المعالج يعني في اليوم الواحد اخذ خمسة الف خمسة الف رياض يعني في الاسبوع عشر الف ما فيش اي طرف ساعدنا ما فيش اي طرف غرف معي ما استفت من اي احد لا من تحالف لا من دولة ولا من غلس انتقالي انا لان في بيتي على الكرسي عندي علم كانت تقاضى عنه اقل كبير انا على الكرسي حقي لا اقدر اشتغل لا اقدر عمل شيء انتظر الراتب الستين الالف هذه بخط كل شهرين او ثلاثة شهر يبني فقط طلقة قناص استهدفت محمد على سطح منزله وهي واحدة من طلقات القناصين التي استهدفت كثيرين من اصحاب الفكر والوجهاء وقيادات المقاومة في مدينة عدن ومرة اخرى نجد انفسنا امام ملف الجرحة وما يكتنفه من فشل وقموض لا تكفي حلقة الفيزيونية لكشف زواياه المطلمة من المسؤول عن حرمان كل هؤلاء الجرحة من حقهم في العلاج ولماذا يعاد مريض من الخارج وتقطع منحته العلاجية بينما هو في امس الحاجة اليها لتتحسن حالته كم بقي من الجرحة ينتظرون العلاج ما هي اهم المشكلات التي تعترض طريقهم نطرح هذه الاسئلة على ضيفنا من مدينة عدن الناشط الحقوق المهتم بقضايا الجرحة حيدرة الكازمي ينضم الينا من مدينة عدن مرحبا بك سيد حيدرة أهلا وسهلا عزيز عبدالله أصيب الكثير من المواطنين المدنيين والعسكريين في احداث الحرب في عدن وما تلاها من احداث وتفجيرات ارهابية هل هناك احصائية بعدد من لا يزال منهم بحاجة الى العلاج بسم الله الرحمن الرحيم ملف القرحة هي قضية شائكة وتزيد الشوك شوكا إن لم يتم الاهتمام بها من جميع القهات على رأسهم الحكومة والتحالف والقهات المانحة أو الداعمة مثل مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي الأصابة التي أصيب بها العديد من القرحة خلال الحرب أو بعد الحرب بالتفجيرات الإرهابية هناك العديد لا توجد إحصائية واضحة وهذا دليل عدم وجود التنظيم والتنسيق والعمل القاد والمتقن من أقل قضية القرحة وملف القرحة ولكن نعتبرها بالمئات هناك بالمئات من القرحة الذين يحتاجون للعلاج في محافظة عدن سواء كانوا جرحة حرب 2015 أو ما بعدها بسبب التفجيرات الإرهابية التي حصلت في محافظة عدن ونعرف جرحة شخصياً إلى الآن تم العلاج لهم علاج أولي ولكن يحتاجوا إلى علاج آخر ومتتالي لكي يتماثلوا بالشفاء فهنا مشكلة كبيرة يعاني منها جرحة الحرب وجرحة التفجيرات الإرهابية في محافظة عدن ولا نجد أي مسؤولية أو أي اهتمام من القهات المعنية أو حتى من القهات ما هي الجهة سيد حيدرا عدن في هذه الأيام ما هي الجهة التي يذهب إليها هؤلاء الجرحة لمتابعة حالة بعد أن تلقوا كما تفضلت القهات المفروضة التي يذهب إليها القرحة وتتكفل بإعلاجهم هي وزارة الصحة وهذا واقب على الدولة وواقب على الحكومة أن تتكفل بقرحهم بالذات قرحة التفجيرات الإرهابية وكذلك قرحة 2015 من الأبطال الذين حرروا محافظة عدن من ميليشيات الحوثي وكذلك من القرحة التي أصابتهم القذائف التي كانت ترسل أيام تحرير محافظة عدن كانت من القذائف في المنصورة وفي كريتر وفي دار سعد القرحة المدنيين إلى الآن لم يلتفت إليهم أحد وهم يعانون أشد المعاناة من قرحهم ولم يلتفت إليهم أحد سواء غير المساعدات البسيطة من فعين الخير وبعض الحين لا تصل إليهم ومنهم من يحتاج إلى السفر الخارج ولكن كتم في نفسه الغيظ وظل في بيته يصارع الألم بسبب هذه القرحة صحيح بل الأن كأن هناك من أعيده مثل ضيف حلقتنا لهذه الأسبوع محمد الشعبي وهو مهندس أصيب بطلقة طلقة قناص في عنقه أصابته بإصابة بالغة هذا الجريح أعيد من الخارج ليس فقط أن الناس لا يستطيعون الذهاب ولكن أيضا يتم إعادتهم برأيك لماذا يعد مريض من الخارج وتقطع منحة العلاجية إعادة المرضى مشكلة كبيرة والمهندس محمد الشامي هو شخص من مئات الأشخاص الذين يعيدوا ولم تعاد أيها ولم تعاد ولم يعاد إلى العلاج رغم تأكيد الأطباء وتأكيد السفارات والملحقيات الطبية للقرحة سواء من بدأوا من المعالجة في السودان أو في مصر أو حتى من أول من أرسلوا القرحة إلى الأردن أو الهند المفروض يتم إعادتهم وهذه بتوقيهات من الأطباء هناك من القرحة من تنقل في أكثر من دولة والسبب المصيبة الكبرى أنه عندما يطلب الدكتور إعادة القريح أو المريض ليس من باب المزح أو من باب اللامبالاة لا هناك فترة محددة من الضرورة أن يعود إليها المريض ستة أشهر ثلاثة أشهر إذا لم يعود المريض ترقع مضاعفات أخرى وكأنه قرح مرة أخرى ويتضاعف القرح أكثر فأكثر وتزداد المعانا أكثر عند القريح عادة تصفير المريض من اليمن إلى الخارج أيوة يعني كل هذه عودة لدى المستشفى نعم أيوة والمصيبة أنه يكون لديها عودة المستشفى وإذا نجح في المعاملات والمتابعة مع الحكومة أو مع مكاتب القرحة المختصة مع الجهات المختلفة إذا طلب منه ستة أشهر يعاد بعد سنة وقد تضاعفت قرحه وقد طلعت له أكثر وظهرت له أكثر من المشكلة في نفس الجرح وانتكست الحالة يعود سيد حيدرة أيو ويعود لدكتور آخر ومش نفس الدكتور نعم نعم يعني هناك حالات عديدة ومآسي يعني أسوأ من بعض لكن بماذا يمكن أن نفسر كل هذا الإهمال الرسمي من قبل السلطات لهذا الملف الشائك عزيزي عبدالله هناك سبب الإهمال هذا لا يمكن أن نقول أنه الدعم فسوف نكذب على أنفسنا ويكذبون على أنفسهم أنه لا يوجد هناك دعم هناك يوجد من الدعم ما يستطيعون به أن يعالجوا جميع القرحة من وإلى وليس في دول عربية ولكن حتى في دول أوروبية ممكن يبتعثهم إلى هناك وأنا أعلم جميعا أغلب القيادة تطلع إلى الدول الأوروبية أو غيرها الأقنبية والقرحة من الشباب ومن ناضلوا في الدفاع عن الوطن يبعثون بهم إلى دول عربية وإلى أطباء غير متخصصين وغير ذو كفاءة كبيرة بحسب التعامل والفساد الذي يحدث من الأسباب هذه لا يوجد انسيق بين الجهات التي تعمل مع القرحة كلا يريد أن يظهر على حساب القرحة وعلى قضية القرحة أمام هذا الشعب ولكن إذا توحدت هذه القهود من جهة الحكومة وزارة الصحة وكيل وكيل المختص بشؤون القرحة لإقليم عدن الضالع عبين لحق عدن مع التحالف في مركز الملك سلمان أو الهلال الأحمر ماراتي سوف تنسق هذه القهود ويتم العمل بشكل جيد مع القرحة كثرة المكاتب وكذلك وضع مندوبين للقرحة في الدول مثلا في مصر أو في الهند أو في أي دولة أخرى يعني في مصر كان هناك شكوى من الجرحة أنهم تعرضوا يعني أثناء مطالبتهم باستكمال علاجهم لنوع من الانتهاك من قبل القائمين على هذا الملف وفي عديد من الدول سيد محمد ليس في مصر تفضل تفضل سيد حيدرة ليس في مصر فقط كذلك كان سابقا في الهند تعرضوا كثيرا وكذلك في السودان أنا أخي أخي الأصغر مني أحد القرحة عاشر كل الدول لكن يتم تأخيره وتزيد تتضاعف قرحه الآن في مصر تم التوقيه الآن من جمعية قرحة 2015 تأسست جمعية قرحة 2015 للعمل على تكثيف القهود وتوحيد قاعدة البيانات للقرحة محافظة عدن بالإضافة إلى تعاونهم مع الضالع وأبين ولحج ابتعثت خمسين قريح قبل أشهر وتم إلحاقهم بخمسين قريح الآن توقف العلاق مثلا هذا مثل عملية تمت وقزء من العملية والقزء الآخر بعد ستة أشهر يتم التوقيه من رئيس هيئة الأركان لاعتماد الصرف والسكن ويتم إلغاء عليها السكن والصرف وللآن يتم الأهل برسالة يقوموا بسد النقصة هذا مثل لكل قريح نعم كم بقي من هؤلاء الجرحة سيد حيدراء كم بقي من هؤلاء الجرحة ينتظرون العلاج هل هناك إحصائية بهم ما هي أهم المشكلات التي لا زالت عالقة المئات من القرحة المئات من القرحة يحتاجون لإغاق في الخارج هناك كذلك القرحة المقعدين المعاقين هم أشد إهمالاً من القهات إذا يقول لك خلاص هذا قريحة مقعدة يحتاج كثيراً القريحة المقعدة من كراسي كهربائية من أطراف صناعية من علاق طبيعي في تفضيل في بعض المناطق أو سوء التنسيق يتم رأينا في قبل يومين جهود من المركز المكسلمان في مأرب وتم دعم كراسي كهربائية لمئات قريح من المهم أن تعمل القهات في عدن على المتابعة لقضايا القرحة وإحتياجاتهم التي يحتاجونها في هذا الوضع كنت سأصل إلى هذه النقطة لأسألك عن رأيك هل استمرار هذه المشكلة بكل هذه التحقيدات يعني ناجم عن سوء إدارة فقط أم أنه مزيج من سوء الإدارة والفساد أم أنه الفساد فقط هو السبب في رأيك لو قمت بتشخيص هذا الوضع كيف ترى؟ التشخيص الأولي عزيزي عبد الله هو عدم المسؤولية وعدم الشعور والضمير غائب عند هؤلاء المسؤولين يعني إذا وضع نفسه في محل القريح ومعاناة القريح صدقني لن يقف أمامها لن يقف أمام معالقة هذه القضية لا فساد ولا إهمال إن وضع المسؤول نفسه في مكان معاناة القريح ثانياً سوء الإدارة سوء الإدارة واضح جداً عند القميع حتى أنفسهم يعترفون بهذه سوء الإدارة ويتعذرون بالدعم وعدم التنسيق لا يوجد مشكلة أخي صلح لك موظفين صلح لك فريق أعمال صلح لك لأنها تشتغل بشكل صحيح ويجمع قميع المعلومات ويشتغل من الذي يسافر من الذي لم يسافر ومن الذي يحتاج للعودة وفي الوقت المحدد يتم عودته إلى الدولة للعلاج أربع سنوات أربع سنوات سيد حيدرة الفساد نعم أربع سنوات ذات الوجوه سواء أربع سنوات يعني ألا ترى أنه من الواجب تغيير هذه القيادات الآن لأنه بعد أربع سنوات من هذا الفشل في هذا الملف بمزيج من الفساد ومن سؤال إدارة كما تفضلت ألا ترى أنه يكفي ويجب تحريك هذا الملف بتحريك هؤلاء من مناصبهم؟ هو سيتم تحريك هذا الملف من القرحة أنفسهم وأنا أتوقع ذلك وقد تابعتم أنتم في قناة بلقيس وفي القنوات الأخرى وفي الإعلام ما قام به القرحة من اعتصامات ووقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم فثورة القرحة لن يوقفها أحد إلى أن يستردوا حقوقهم هل هناك تحركات جدية في هذا المجال؟ إذا المندوم؟ هل هناك عمل تنسيقي؟ هناك أفكار للملمة أصحاب هؤلاء الحقوق؟ القيام بعمل مازالت أمني؟ نعم، هم بدأوا بأنفسهم أصحاب الحقوق منهم القرحة ونحن نتابعهم بشكل مستمر وأسسوا لهم جمعية أسموها جمعية قرحة عدن 2015 وبدأوا في عدن وثم توسعوا مع أخوتهم من القرحة في محافظة الضالع وفي محافظة لاحج وفي محافظة أبيان ويتم التنسيق بشكل مستمر في جمع قاعدة البيانات للقرحة وتقسيمها على حسب المديريات والمناطق ووضع مندوبين لهم في كل منطقة ليتم التواصل معهم في أي مساعدة تتم لهم أو في أي مطالبة للحقوق أو وقفات احتجاجية ومطالبات ومسيرات تطالب بحقوقهم كقرحة سأعود إلى سؤال الفساد إذا يتم تغيير مندوب وقد وصل بفسادي بعض مندوبين الدول يصل بفسادي إلى مبالغ هائلة يجمعها من خلال النسب ومن خلال تعاملهم مع بعض الدكاترة ومبعض المستشفيات هنا إن لم تكن لقنة طبية مختصة باختيار الأطباء والدكاترة والمستشفيات فهذه مصيبة يتعرض لها أو نقول إنها جريمة يتعرض لها القرحة جريمة نعم أن يتم ابتعاثهم إلى أطباء غير متخصصين أو أقل كفاءة وفي بعض القراحة التي يعانون منها لا يقدون لها علاج في بعض الدول إذا علاج عصاب غير ممكن أنه لا يوجد داخل مصر فهذه مصيبة أو أنه يكذبون على القرحة لتم أخذ الرسوم أشياء تتم في مروح القساد كبير جدا صحيح صحيح نسمع الكثير من هذه القصص المؤلمة خلال هذه الدقاق تفضل خلال هذه الدقاق ملف القرحة كبير جدا أنا تواصلت أمس مع بعض القرحة تواجد في بعض قروباتهم في الواتس وفي الفيسبوك الكل تحدث عن العاقة التي يعاني منها وأنه مقعد الذي يحتاج إلى علاق طبيعي الذي يحتاج إلى السفر لمرة أخرى الذي تسببت بعض القرحة بقلطات لهم وتم بتر أرقلهم بسبب الإهمال الطبي وعدم تسفيرهم بشكل سريع إهمال واضح جدا للجميع كلما بيطرح عذره حول هذه لكن لا يوجد لهم أعذار كمسؤولين رسالة أخيرة سيد عيدرة اختصارا للوقت الذي كاد أن يدركنا لو توجه رسالة معينة لمن ستختار توجيهها؟ أقول في الرسالة هذه قدمت قهود ولا يمكن إنكارها ولكن نوجه رسالتنا إلى رئيس القمهورية فخامة المشير رقم عبد الربو منصر هادي والحكومة والتحالف العربي وكذلك مركز الملك سلموي الأحمر الإماراتي وقميع القهات التي تعمل مع القرحة أن تنسق تنسيق بشكل صحيح هناك محور تنسيق يتبع السلطة المحلية وهو مكتب وكيل شؤون القرحة للمحافظات الأربع في إقليم عدن وكذلك هناك تعمل القرحة قمعية خاصة بهم يجب التواصل بهم لمعرفة احتياجاتهم ومطالبهم ومن يحتاج إلى العلاق في الخارج فهذه رسالة نوجي لهم رسالة بشعور بمسؤولية وضمير أن يضعوا أنفسهم في محل القريح ومعاناته وقراحه وسوف تمر الأمور بشكل سليم ويأخذ القرحة حقوقهم أما إن كان هذا الوضع سوف يستمر بهذا الشكل وبهذا التخبط فالجرحة لن يسكتون عن حقوقهم وإن خذلهم الجميع سوف يقفون للمطالبة بحقوقهم ونحن سنكون معهم سيد حيدر الكازمي الناصط الحقوقي هذا أكيد شكراً جزيلاً لك لكل هذه الإطاحات كنت معي من مدينة عدن شكراً مشاهدين الكرام إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب المهندس المقعد محمد الشعبي تم الرصد في أعمان الله المترجم للقناة المترجم للقناة